فاليوم طلعت مجموعة من المنظمات اللي تؤنى بدراسة السرطان وانواع السرطان قالوا انه هاي شبكات الاتصالات الابراج مع الشبكات الاتصالات اللي يسموها سيل فون نيتورك تاور يعني الابراج هاي اللي ما زين مثل شركة زين وشركة عصي سير بالعراق قالوا انه هاي بيجوا باهمتين قالوا انه هاي تسوي سرطان مع الدماغ نوع من السرطان يسموه لقليومة موجود ارفوا لأطباء اللي موجود بالدماغ هذا ومرات بالحبي الشوكي فشقالوا وقالوا هذا والله احنا رأينا نسوي دراسات لان شفنا انه معدلات هذا السرطان ازدادت بالناس اللي عايشين حول هاي الابراج اللي تبث الموجات الراديوية فلازم بهاي الحالة تصبح دراسات موثوقة منظمات عالمية تدخل بيها فدخلت تقريبا ثلاث منظمات مهمة بالعالم اللي هي ال WHO اول واحدة الثاني اكون منظمة اسمها ال American Society of Cancer او American Cancer Society او يعني المجتمع السرطان المجتمع الامريكي اللي يؤنب دراسات السرطان والثالث منظمة هي ال IARC اللي هي International Agency for Radiation for Research on Cancer يعني منظمة عالمية لدراسة السرطانات فذولا هم تبنوا الفكرة وقالوا احنا رح نسوي دراسات ونشوف شن الموضوع حسا قبل لا افوت على انتاج دراسات مالتهم خلن نحكي على اسعار مع هالشركات زين وشركات ASICL وهي عراقنا بالعراق الله يتشرم دول الشركات اسم الله عليكم يعني انت تشتري رصيد اذا كنت بالعراق اشتري رصيدة بالعشرة 10 دولارات اذا تريد خبر على نفس الشركة شوية كنت تخفيض لا يطول خمس ساعات اذا تخبر على نفس الشركة اما اذا تخبر على شركة ثانية يصير كل دقيقة من 120 دينار بالدقيقة الى 240 دينار بالدقيقة يعني خصمي حاجة كل الموضوع هو رسائل المساجات والانترنت الانترنت طبعا ينطيك 240 ميجا بايت جيجا بايت بالزايد وانسا جاي اروض لطباء انه يطوك والله شني عود يعني فايديهم فايديهم يقلت لها 24000 دينار او 48000 دينار وشني واخذ انترنت واحد جيجا بايت عبارهم واحد جيجا بايت المهم بايت الجيجا بايت مات هو انت كانت تشعر بلة جيجا بايت ف الغدور من 200 ميجا ذاكي مالجا المهم فالنسبة راح اقارنكم أخبركم هذه الأسعار البخيسة التي موجودة في العراق مالاسيسيال وزين أقارنها بالأسعار التي موجودة في بريطانيا في بريطانيا أنا لحد الآن مشترك بشركتين الايكا و موبايل والثري أول ما جئت لنكون شيء معرف قلت لن اشتري لي اشتراك اشتري الخط طبعا بلاش اشتراك اشترك طبعا 20 باوند بالشهر 20 باوند يعني تقريبا 27 دولار هاي انترنت مفتوح 24 ساعة على مدار الشهر كله رسائل مفتوحة مكالمات مفتوحة على مدار كل الشهر يعني كل شي فري هو الدفاع 20 باوند زيان بعدين شفت الموضوع شوية يعني ما احتاج شيء خصصا المشترك بالبيئة اشتراك مع النات فقط دعني اشوف عروض ثانية فطولت بهذا الارض 20 باوند شهرا انتقلت للشهر الثالث حولت على شركة اسمها ثري طبعا نفس الرقم نقلته على غير شركة لما انتقل البيانات لما انتقل البيانات ليس انتحد موافقة من الشركتين كلها لا تطول ربع ساعة تكملها اشتركت بالعرض مع شركة ثري ثري ثلاثة قالوا لي هناك عروض انتقلت 10 باوند تقريبا 13 دولار بالضبط اقل من 14 دولار اشتركت المدة سنة كاملة ادفع كل شهر 10 باوند و 10 جيجا بايت و انترنت 10 جيجا بايت الرسائل مفتوحة و الاتصالات مفتوحة على طول السنة طول السنة لا تريد خابر خمس ساعات اشن خمس ساعات المهم ف ملخص الموضوع اذا تريد قارن بالاسعار قبل ان نجعل دراسات طبية اذا تريد قارن موضوع اسعار اللي تصرفها بالعراق والاسعار تصرفها ببريطانيا رح تشوف انه مثلا ادفع 10 تلاف دينار بالعراق تدفع 10 بالعراق ثان suficiente طول السنة بالنسبة ال راسبك هي أقل بهوائي بهوائي نسبتها من نسبة 10."000 دينار بالحضر و الى راسبك في العراق تعلم ما و Wie انت مكتوب مكتوب ما هي 10 باوند يعني الذين لما حضرهم بريطانيا 200 moeten ما هي 20 باوند بالنسبة ال راسبك ما هو 2500 باوند طبعا لا تخافوا ان هذا الفلوس ستصرفها بالتاكس بالضرائب ستصرفها بالتأمينات ستصرفها على كل شيء لا تصرف مليون او لا تخاف المهم هذا الحجب البريطانية اما نسبة 10,000 دينار بالنسبة الراتبك بالعراق مثلا الراتبك اقل مليون سنقول 500 750 850 اقصى شيء ستصرف 910 بعدين اقل بسبب الحرب مليشنة صار 880 نزل حتى 840 المهم فالتحسب بالنسبة 10,000 دينار بالنسبة للراتبك وبالنسبة 10 باوند بالنسبة لل 2000 أو 2000 باوند جيد اذا تقارن ما ستصرف يصرف بك سرطان بالاخلاق يعني شبكات الاتصال العراقية ما ستصرف عراقنا بالأثير كلهم يصرف بك سرطان بالاخلاق يعني ماذا سرطان بالاخلاق ماذا اعراضه؟ اعراضه تمشي وتشتم تمشي وتكفر مرات صديقك يمك صديقك حباب مرتب تلزمة رزلة لماذا؟ كيفي؟ شكرة الاتصال قطتني خبرت ربع ساعة خلاص الرصيد خبرت ساعة مصف العشرة التوافق كانوا راحا العشرة الدولارات مع الرصيد اخوة دول الخطيات المكابلين الله سترهم بانترنيت والفيسبوك والميسنجر والفايبر الله سترهم دول نباقين على قبل لا تنتهين كان نباعوا حتى بيتهلهم الله أكيكم زين هسا خلصنا من شركات الموبايل البيطانية وشركات الموبايل العراقية خل نجي المنظمات السرطان العالمية اشغالت على الأبراج مع شبكات الاتصال فصارت تكون دراسات مشهورة بسنة 2011 ودراسة مشهورة أيضا هي ملخص كل ما يعني لمت كل الدراسات وطلعت باستنتاج بسنة 2018 ما هي الدراسات قسموا شبكات الاتصالات ترسل ترسل موجات ترددية راديوية سموها Radio Frequency Waves هذه موجات سموها غير مؤينة عندك الأشعة القامراي الأشعة الأكسراي والقامراي وعندك همين بعد ما هو الثالث المؤينة لديك الألفا ويبس الألفا رادياشن اللي هو الهليوم ذرة الهليوم هذا همين مؤين يعني قبل يسوي يروح للدين اي إذا الطاقة عالية يروح للدين اي في كل شيء يسوي سلطان يعني سوي سلطان بالخلايا إذا تراكمت يعني الجراء لكن هذه Radio Frequency لديك الموجات تحت الحمراء لديك الموجات الميكروويدية ذلك كلهم يسموهن غير مؤينة يعني شنه يعني مو رأسا تروح الدمر دي انا اي مارتك لا تسوي مواد مؤكسدة لذلك ناخد الأوميغا 3 فاتي أسد هاي الحباية الذهبية هاي تقضي على تقضي على المواد المؤكسدة يسموها Antioxidant يعني مضاد أكسدة هذا السبب انه شوف هنا تلتقى النقل الأوميغا 3 زيت السمج يلتقي ويه هاي المواد المؤكسدة اللي تنتج بسبب الإشعاع المؤين فهنان الموجات مع الشركات الاتصالات هي موجات غير مؤينة يعني ما تروح الدعنيقبة ولا تفعل شيء فشوية يعني أكثر أمان من الموجات الرجوية مع X-ray والقامري عفو من الموجات المؤينة مع X-ray والقامري وال الترافايو المهم فش قالوا هاي الجسمين هاي الدراسات قالوا هاي طبعاً سوتها من نظمة مما IARC وال American Society of Cancer قالوا انه الطاقة اللي تنبعث من هاي الموجات من هاي الأبراج مع الاتصالات مع زين شركة زين شركة أسيا سير اللي تنحط خصوصاً بنايات عالية قالوا هاي طاقتها ضعيفة بحث ما تسوي ما تسوي سرطان بعدين جاء الدراسات ثانية هم نفسهم قالوا قالوا احنا الحد الآن ما عدنا دليل كافي انه سبب سرطان لذلك انتقلوا لدراسات أخرى بال2018 همين هي نفس المنظمة ال International Agency for Research on Cancer قالت قالت احنا ما عدنا مية بالمية نجزء من قول ما تسوي سرطان لكن الحد الآن ما عدنا دليل هاي ملخصة زيان بشنة ال IARC خلت ضوابط مثلاً انه بين برج و برج مية وخمسة متر لازم ارتفاع اخي نقول مية متر فوق خمسة متر من جد فوق البنايات حتى لان جراء الجراء الصير على مستوى سطح الارض تكون على وجهه اذا كانت على مستوى سطح الارض هاي الابراج فخلوا ضوابط كل دولة خلوا ضوابط ما عدنا بالعلاقة كو ضوابط لو تاهي الموضوع انا شايف حتى على البيوت يعني خلنون على البيوت يعني البيوت قد ارتفاع 10 متر خلنون على البيوت ما اعتقد هاي من درجة تحت الضوابط ما عرف يعني المفروض العلاقة صير بي update تصلي بي تحديث بالضوابط فهاي شنه فالحل لا يوجد دليل لكن اكو عالم ايطالي العالم ايطالي نسيت اسمه طبعا اسمه رامازيني رامازيني اسمه رامازيني هذا سوى جاب مجموعتين من الجراذيات الجراذي رات مجموعة عرضها الجرعة عالية ومجموعة عرضها الجرعة قليلة من الموجات الراديوية الراديو فريكونسي ويفز اللي تستخدم ايضا شبكات الاتصال دول اللي تعرضوا الجرعة عالية صار بهم سوى الجراذيات اما اللي تعرضوا جرعة قليلة ما صار بهم انواع مختلفة من السوى حتى سوى نوع من انواع الورم بالقلب بالدماغ بعد ما ذكرين فصارت بيها لكن هاي جرعات عالية مو اقل من الجرعات اللي تستخدم بابراج شبكات الاتصالات خلوش حتشي لحد الان اقل؟ اكد دراسة ثانية تلعيف دراسة كلش مهمة فالدراسة ت practiced من أطفال الدرسون مدارس غير محاطة بشبكات الاتصالات شافوا انه الطلاب اللي عايشين بالمدارس اللي دائر ما دائر هاي شبكات أبراج الاتصالات والطلاب اللي عايشين ببيوت محاطب او يعني بيه هاي شبكات أبراج شبكات الاتصالات شافوا انه ذاكرتهم يسمونه Spatial Memory ذاكرتهم اقل تطورا من ذاكرة الاطفال اللي عايشين خارج هاي المناطق وشافوا ايضا انه ذاكرة العضلية اللي المصر الميموري يعني هاي ما تتعلم الحركات الجديدة ما تتعلم البايسيكل خلنقول هاي واحدة من يعني المهارات تعلم المهارات أقل عند الطلاب اللي عايشين بهاي المناطق المعرضة اللي بيها أبراج شبكات الاتصالات فهذا ملخص الموضوع مثل ما سوفت لكم يا فمعرف يعني المفروض العراقي يصبي ضوابط لأن أطفال جاي تأذون صح ما كو ديليل حد الآن لكن لازم يلتزمون بالضوابط اللي مخليتها الدول المتقدمة حتى يحمون الأطفال من هاي الموجات وإذا كانت أكو عراض جانبية ما يعرفوها فالمفروض على الأقل ما يحلوها بنصر البيوت على المفروض وحده من الضوء ما يحلوها بنصر البيوت لأن ما طول منظمات السرطان قل لك والله ما كو دليل إذن الموضوع ما متزوم ما متزوم يعني أكو خطر أنه تتخلى بنصر البيوت وعن شايف للعراق خلوها بفوق البيوت تطن رواتب لأهل البيوت ولا عبارك يكون جيران دائر ما دائرهم للأسف يعني للأسف الشديد ما أعرف يعني شوية مفروض الآدم يتصف بالأخلاق حتى هو نفسه بالبيوت المفروض يرفض خوفا على نفسه وعلى جيرانه المهم أكو دراسات أيضا قالت أنه هاي الأشياءات الأشياء الرديوية راديو فريكونسي تسبب ارتفاع بدرجة حرارة الجسم بدرجة حرارة البشرة البشرة مع الجمجمة فوق الجمجمة قصدي وأيضا هناك دراسات يقول أنه يجعل هذه الموجات تحس بالتعب المهم فالموضوع بين مد وجزر وشد وجذب فأتمنى سأخبركم روابط الدراسات طبعا بالأسفل الفيديو اطلوا عليها وشوفوا وعطونا رأيكم أسفل الفيديو وشاركوا للفائدة حتى لو توصل فأسفلكم شغلتين عرفتكم على الأسعار وشلون أنه سوي سرطان بالأخلاق شبكات تصال العراقية سوي سرطان بالأخلاق قبل أن سوي سرطان بالدماغ أو بأي مكان بالجسم وشغلة الثانية إنه الخطر بعده ما مجزم لازم تصير ضوابط على الأقل ما تخلى بنصر البيوت شكرا لأيكم و السلام